بدعوة من بلدية صور واتحاد المقعدين اللبنانيين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي أطلق مشروع سياحي على الشاطئ الرملي للمدينة في عنوان شاطئ صور للجميع تمثل في تجهيز خيمة بحرية ملائمة لاستقبال المعوقين المشروع هو الأول من نوعه واستهدف المعوقين على اختلاف أعاقاتهم هذا المشروع تقدم فيه اتحاد المقعدين بطلب لهم حق يكون عندهم خيمة مؤهلة لأي مقعد أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى إذا كان شخص كبير بالسن رح فرجيك قدام الكاميرا أنه نحن حتى عملنا مانيو أنه يكون للمكفوفين قادرين أنه يقدروا يشوفوا ويختاروا كيف الأشياء ويعرفوا أسعارهم كلياتهم حتى لو يكونوا قادرين أنه ينزلوا يقدوا نهارهم على البحر ويكون كل شيء مأمن لهم وبرتحين أنا كتير فخور وسعيد أنه تكون خيمة هي مجهزة للمقعدين ولذوي الاحتياجات الخاصة وأنا جايفة حتى إذا ما نحكي بالموضوع المادي فيه مردود كتير إيجابة لأيلي وكتير مفصوط السياحة واحدة من حقوق الأشخاص المعوقين التي يتم إهمالها كما باقي الحقوق هو من الحقوق الرئيسية السابتة باعتبار أن أي إنسان بحقله أنه خارج إطار العمل والتعليم أنه يكون في عنده ترفي خاص وباعتقد هذه الخطوة الأولى بهالإتجاه بلبنان بمشروع السياحة الدمجية المشروع بداية يأمل القيمون عليه أن يتوسع ليشمل مناطق لبنان الساحلية كافة ناصر بلوت قناة الجديد